السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل امتبعين الكرام معكم نون الحجاري النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وشهية ولدنا بيحبوها وهو برجر اللحم من اللحم الصافي بدون اي اضافات ولا بيد ولا بصل ولا فول سوية ولا اي حاجة عبارة عن لحم فقط لا غير مع البهارات النهاردة هنعمل من نص كيلو لحم مفروم 15 قطعة برجر وقد ايد شهي وموفر واقتصادي وعلى قد اليد زي ما تعودنا دايما في اكلتنا اللي بنقدمها لكم وحنشوفوا جمال لما عملنا في الصندويتشات قد ايه يفتح النفس بجد طحفة ندخل مع بعض ونشوف المعادير طريقة التحضير بسم الله انا معايا نص كيلو من اللحم قليل الدهون والمكون التاني هو بكت خلطة البرجر من ماجي المرة اللي فاتت لما عملت معاكم خلطة البرجر عملنا مع بعضة على القناة حطيت عليه بهارات مختلفة وبهارات كتير المرة دي قلت اجرب معاكم خلطة البرجر اللي هي الجهزة بجد اديتني نتيجة اكتر من رائعة استغنيت عن كل حاجة ان انا ممكن اضيفها على اللحمة حتى الملح الكمية بتاعت اللحمة بتاعتي نص كيلو هو تاخد بس فقط خلطة واحدة من البكت اللي هو خلطة البرجر اللي احنا شفناها مع بعض ولا حضيف بيد ولا حضيف بقسمات ولا فول السوية ولا اي حاجة يعني البرجر لحم صافي فقط مع اضافة البهارات بعد ما دفتها عليه بقعد اكتر من سبع لتمن دقايق اعجن بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض لازم نعملها كأننا بنعجن عجين لحد اللحمة ما تبقى طرية ومفتلة زي ما حنشوفها مع بعض بالشكل ده نبدأ التشكيل بتاع قطع البرجر التشكيل سهل وبسيط جدا اول حاجة عندي كياس من كاس التلاجة او اي كياس موجودة عندي في المطبخ تكون نديفة بقى اضطحها وبفردها وبحضرها على جنب وبجيب غطى برطمان اي غطى بتاع برطمان حاجة مربة او عسل على حسب الحجم اللي عايزين به قطعة البرجر بعد كده بحط فيه قطعة من الكيس وباخد كورة من اللحم وبكورها وبفردها فيه وبططة بتاخد وضع شكل الغطى الدائري الكيس هنا بيساعدني على ان اللحمة ما تلزقش طبعا وتخرج معايا بكل سهولة وبفرد كده قطع البرجر جنبه بعد وبكمل بنفس الطريقة الغطى وبحط فيه قطعة من الكيس البلاستيك وباخد كورة من اللحم وببططها بايدي وبعد كده بخرجها من الكيس بكل سهولة نيجي للفرزانة لما نيجي نفرزنه عشان نحطه في الفريزر بنحط كل قطعة على كيس لوحدها وبنفرش ما بين كل اجزاء البرجر كياس من كياس التلاج وبنخرجها على الالي او على الشاوي في الجريل وصحتين وهنا على قلوبكم يا رب كانت معكم انا الحجيري ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة